السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام النهاردة هنتعلم سر جديد على قناتنا لمة العيلة للشرحات اللي هو ازاي يحقق الاف المشاهدات في اليوم الواحد للفيديو اول حاجة احنا بنفتح صفحة نوت صفحة كروم بالشكل ده وبنكون عاملين تسجيل دخول بالاميل بتاع القناة لما نضغط على اللوجو لو ضغطنا عليه هنا بيجيب لي اللي انا لو عاوز اضيف اي حساب تاني او اي قناة تاني عندي عاوز اشتغل بيها لكن احنا بنشغلش هنا بنختار من علامة التبويت اللي جنب اللوجو اللي هي دي تطبيقات اليوتيوب وبروح اختار علامة اليوتيوب بما اني هفتح تطبيق اليوتيوب من حساب الايميل ده فيظهر لي بالشكل دوا وهيباني ان انا ده اسم المستخدم او هو ده اللوجو المستخدم اللي هي القناة اللي انا هشتغل عليها اللي هي انا مالك القناة لما بنضغط على اللوجو بيبتدي هنا الشكل يتغير وببتدي اختار قناتك لاني ممكن يشتغل على اليوتيوب استوديو وعمل تسجيل الخروج وعدل في القناة من هنا بدخل على قناتي بالشكل ده بيبان عندي تخصيص القناة شرحنا قبل كده وفيه حاجات تانية هنشرحها بعدين وبنهتم بيه استوديو اليوتيوب اللي هو هبتدي ادخل فيه بيبتدي يغير معي ملامح الصفحة ليه؟ لانه بيدخلني صفحة التعديل على القناة كمنشؤ للمحتوى فيه عندنا الفيديوهات وفيه عندنا قائمة تشغيل اللي انت عملها وفيه الاعدادات وفيه الاحصائيات وفيه تحقيق الربح ان انت تشوف قناتك ماشي ازاي وفيه كل شيء انت بتحتاجه وتتحكم فيه في قناتك بندخل على الاول حاجة اللي هي الفيديوهات هي دي اللي تهمنا طبعا لو بصنا للفيديوهات هلاقي ان الفيديوهات عندي بالشكل ده فيه منها مدرج وفيه غير مدرج الغير مدرج قلنا ان احنا بنرفع فيديوهاتنا كدفع واحدة موجودة لو انا موجود في واي فاي وبعد كده بابتدي اختار الوقت العرض اللي انا هعاوز ازيع الفيديو فيه للناس تشوفه فانا النهاردة كنت رفع فيديو زي كده علني يعني الناس كلها تشوفه هو ده اللي هبتدي اشتغل عليه بروع عند الفيديو معين اللي انا هشتغل عليه واشرح لكم عليه طريقة رفع الفيديو بطريقة احترافية وبختار علامة الالم اي فيديو بتوقف عنده بيجيب علامة الالم انا النهاردة هاختار اشرح معاكم فيديو عن جاتوه السبع معالي وهنشوف الفيديو بترفع ازاي وصندوق الوصف والعنوان نجيبه ازاي ونختاره ازاي طبعا هو هنا غير مدرج هو بوجود على قناتي لكن ليس في محتوى النشر محدش بيشوفه غيري أنا أو اللي أبعط له الرقم بدوس على علامة الألم بده تظهر لي صفحة التعديل الكامل في الفيديو الصفحة دي بلاقي فيها أول حاجة العنوان أنا كنت كاتب جاتو السبع معالي علشان أفتكر الموضوع ده بيتكلم عن إيه وهنا صندوق الوصف فاضي مفيش في أي حاجة ودي الصور أنا بقدر أختار الصورة المصغرة اللي هتروح للمشاهد في أول عين ومتيجة على الفيديو في الفيديوهات المقترحة بالنسبة للعنوان أكتب العنوان إزاي بروح عند صفحة اليوتيوب العادية وبكتب كلمة الأساسية بتاعت اللي يا جاتو عشان أشوف الناس اللي حطت فيديوهات اللي جاتو اتكلموا إزاي أو حطوا عنوانهم إزاي طبعا بيطلع مثلا فيديو زي ده وفيديو زي ده في ناس كاتب عنوان كتيرة والعنوان من الحاجة المهمة اللي بتسحب نظر المشاهد ان يدخل عندي في الفيديو مثلا هنا الفيديوهات كتير أنا بروح عند علامة الفلتر وبختار منها أنا بختار الترتيب حسب مدى الصلة ولا تاريخ التحميل ولا عدد المشاهدات ولا التقييم أنا اللي همني عدد المشاهدات والتقييم عدد المشاهدات اللي خد مشاهدات عالية والتقييم الناس اللي استفقت من الفيديو ده horrible في عدد المشاهدات بلاحظ هنا ان فيه فيديو عمل ملايين على اساس ان هو بيتكلم عن الكيك او الجاتو ده العنوان والفيديو اللي بعده عمل كزا مليون فانا باهتم اشوف ليه الناس دي خدت الملايين بناء على الصورة المصغرة اللي هم حطينها وبناء على اختيارهم لكلمات مميزة في عنوانهم وفي الوصف انا بابتدي اجمع فكرة ايه اكتر كلمة الناس دي اتفقت عليها ابتدي احطها عندي في العنوان اولا انهم كلهم جايبين كلمة جاتوه وكلمة كيك فانا هبتدي اكتب هنا هنا ده جايب جاتوه العيد فانا هكتب ان هو جاتوه السبع معالي ان اشوف بقى جاتوه العيد والمناسبات والاحتفالات اكتب اي كلمة شايف ان هي تجذب نظر المشاهد لك وفي نفس الوقت بتحقق ارقام مهولة في المشاهدات زي الناس التانية اللي عاملة فيديوهات يعني كأنك بتحط نفسك في قصة الناس دي بحيث ان لو ان حد بيدور على الناس دي انت هتطلع من ضمن المقترحات لان الفيديو بتاعك فعلا من ضمن الفئة عشان كده اليوتيوب يقترحه على المشاهد اللي جاي يشوف الناس دي فاحنا كتبنا هنا عنوان جاتوه السبع معالي اللي عيد وصفات وسهلة ورخيصة ونأتي عند الوصف الوصف ده شيء مهم هو اللي بيحطني في فكر اليوتيوب اللي المشاهد اللي جاي بيفكر ازاي وبيفكر في ايه؟ بيفكر في جاتوه فهو هياقترحني على اي حد بيفكر في جاتوه بس قبل مرة عنده هشوفه السورة المساغرة انا عندي ثلاث سورة المساغرة اليوتيوب بيكترحهم علي وفي خانة تانية اللي هي تحميل صورة مصغرة عندك في الكمبيوتر او ان انت تكون مصمم صورة وعاوز تضيفها بينقلك الكمبيوتر احنا هنختار من هنا فانا شايف ان الصورة دي انسب صورة بتعبر عن المحتوى وبتعبر عن الكلام اللي انا كده قبل مكتب الوصف انا هشوف هنا اول حاجة ده هنا المستوى العرض الفيديو غير مدرج وهنا باختار قايمة احط فيها الفيديو ده القايمة دي هبقى ليها ميزة مهمة جدا هنعرفها بعدين فانا كنت اعمل كيك وحلويات واعياد الميلاد فانا طبعا دون يندرج في الفيئة دي فانا حطيته في القايمة دي البطاقات اليوتيوب بسمح لنا نعمل بطاقات او اماكن تعرفية في الفيديو ان انا اضيف فيها اي حاجة انت تحب ان المشاهد وهو بيتفرج يدخل عليها اول ما بتدوس عليها اوتوماتيك انت بتتنقل لخانة البطاقات البطاقات بيديك خمسة بمعنى انت بتختار الشريط من تحت ازا ما احنا شايفين بنختار اماكن يطلع فيها اعلان ليك انت لقناتك لفيديوهاتك يطلع للمشاهد ايه اللي بيتفرج انت اللي بتختار المكان وانت اللي بتختار مدة العرض بنبتملها ازاي بندوس على اضافة بطاقة بيطلع عندي فيديو او قيمة تشغيل وفيه قناة وفيه استطلاع رايي انا هعمل مثلا ايه فيديو او قيمة تشغيل وفيه قناة هعمل مثلا لقناة زي قناة لمة العلة للشرحات انا عايز اشهرها عن طريق قناة اكلبة شويت لما بنضغط على انشاء بيقول لي حط اسم القناة اللي انت عاوز تضيفها او اللي عاوز تعمل لها دعاية او اللي انت متعاون معاها فانا بكتب ازاي بروح عند صفحة عادية خالص في اليوتيوب تمام بختر اليوتيوب زي ما قلنا وبكتب اسم القانة اللي انا بدور عليها او الشريكي او اللي هو الشخص المتعون معاها فبكتب لمة العلة للشرحات كان ما في عندها في البحث قبل كده بتطلع ديه القانة لما بادوس على القانة اللي هو اول حاجة هو اقترحه لك اللي ايه القانة اللي انا عارفها ان انا هشتغل عليها او ان انا محتاج اجيب الرابط بتاعها بتطلع بالشكل ده دي قناتنا اللي احنا شغالين عليها فوق في الرابط بنسخ كوبي نسخ ولسكا يعني كوبي وبست ما بحاولش أغير في أي حرف ما بحاولش أعدل ولا أقبر ولا أسغل واجه هنا لما قلنا هنحط فيديو أو لقائل القائمة هنعمل القناة بنختار تاني واحدة قناة وأدوس إنشاء وبرحة تيه الرابط زي ما هو الرابط لما يظهر هيظهر كلمة أنا بختار مثلا كلمة علشان لما الناس تشوف الشعار اللي هيظهر بعرفهم بقول لهم لمة العيلة للشرحات تمام؟ وبكتب شكرا مثلا لمة العيلة وفي لمة العيلة وهنا جملة محفزة للناس إن أنا بقول مثلا إيه إنها قناة تعليم على أساس الناس لو حد داخل وعاوز يتعلم حاجة بيضغط على الرابط بيتنقل على طول لمين أيوة لقناة لمة العيلة للشرحات على الرغم من إن الفيديو معمولة على قناة تاني اسمها أكل باشويت هنشوف كده لما بنعمل تشغيل ونجرب بيكون الفيديو شغال طبيعي جدا بيظهر فوق في الفيديو على الشمال زي ما احنا شايفين علامة التعجب بتقول إن اللوجو هيزهر هنا لو دوسنا على علامة التعجب بتظهر لي اللوجو القناة واللي بيضغط على الصفحة أو الإعلان ده اللي بيضغط عليه بيتنقل دايريكت على صفحة القناة الصديقة يبقى بالشكل ده أنا حققت فايدة من قناتي إني بحاول أجمع مشتركين من قناة القناة كإني بعمل إعلان مدفوع لكن عندي أنا متعون مع قناة تاني فبالشكل دوا أنا بحقق فايدة ليا والغيري ده بالنسبة إن إحنا ممكن كمان في الشريط نحركها في الأول أو في الآخر ونشوفه المدة هنضيف بطاقة تاني وليكن فيديو أو قيمة تشغيل من دوس إنشاء إحنا بتنكلم عن الجاتوة فأنا بدور في قناة أكل بشوات عن فيديو فيه نفس المحتوى أصلا اللي بيدور على كيك مش هجيب له مسأل ايه؟ عفوا اللي بيدور على كيك مش هجيب له فراخ وكده لأ هجيب له كيكة برضو هجيب له جاتوة هجيب له باسكوتة هجيب له حاجة من نفس اهتمامته عشان أضمن إن أنا أحقق محتوى صح فبضغط على الصورة اللي أنا عاوز الفيديو اللي عاوزه بيظهر عندي هنا بابتدي أخذ البطاقة بتاعته وبتدي أحركها في المكان اللي أنا محتاجه علشان هي هتظهر في الوقت ده للمشاهد لو دوسنا تشغيل بيظهر عندي الحاجات اللي أنا أعملها في الأوقات المحددة اللي أنا حطتها أي حد هيدغط على الرابط أو الصورة اللي بتظهر هيتنقل على طول ديريكت ليه الفيديو اللي أنا حطتها له مقترح وبالشكل ده هو بيشاهد فيديو الجاتوة وبلاقي في مقترح بيدخل على الفيديو التاني عندي فأنا بعرض عليه إنتاجي وبعرض عليه المحتوى اللي أنا بعمله في قناتي بالشكل ده أنا بحقق انتشار لقناتي عن طريق مين؟ عن طريق قناتي ولا دفعنا دولارات ولا دفعنا فلوس ولا إعلان ممول ولا إعلان ضغطنا على الرابط نقلني على طول الفيديو شايفين فيديو في القناة وجاب لي فيديوهات مقترحة نارضوا نفس القناة لأن أصبح المشاهد اهتمامه هو حاجة واحدة بس الجاتوة والكيكا والتورط هنضيف مثلا رابط تاني تمام؟ زي كده وبنقول إضافة كده أنا حطيت اتنين أو تلاتة اليوتيوب بيديك خمسة أنا استغلت تلاتة وقدر أزود أربعة وقدر أغير المهم أن تعرف تستغل البطاقات صح وتعرف تلعب على حتة المحتوى بتاعك إيه؟ أنت بتعرض ايه النهاردة علشان هتحط بطاقة ايه؟ ما ينفعش مات شكورة وأقوله تعالى شوف طريقة عمل الزلابية وطريقة عمل رزي بلبن لا لازم نفس المحتوى يكون هو هو فهنا التغييرات بتتحفز أوتوماتيك أشوفكم إن شاء الله في الجزء الثاني من الشهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر